وإلى بغداد حيث والبرلمان يحدد بوصلة أولويات مرحلة الخدمات والتشريع أعلن النائب برهان المعموري تصويت اللجنة المالية النيابية على جداول الموازنة للعام الجاري وإضافة زيادة قدرها 2 تريليون دينار لحصة المحافظات وبين المعمورين هذه الزيادة جاءت بعد أن اعترض أغلب أعضاء مجلس النواب على الجداول المرسلة من الحكومة وفي ضوء توفير الدعم المالي للمحافظات وتابعاً اللجنة المالية أدت الدور المكلفة به وبذلت جهوداً مميزة وحققت المطلب الأساس المتضمن زيادة التخصيصات المالية للمحافظات لتحريك عجلة المشاريع المتلكة والنهوض بالواقع الخدمي والعمراني خدمة للصالح العام